هنتكلم على ايه هي احنا قلنا بقى صرع فيه صرع الاكبر والاصغر ده التعريف ده بتاع زمان ودلوقتي بقى فيه الصرع الشامل اللي بياخد كل الجسم بيعمل تشنجات وكده ووقوع واغماء والصرع الجزئي اللي هو بياخد جزئي بس من المخ وما بيؤديش عادة الى فقدان في الوعي وفيه انواع بقى تانية من الصرع كتيرة اللي هي على حسب مكان الايه الكهرباء اللي موجودة اذا كانت موجودة الكهرباء الكتيرة دي موجودة في جزء الامامي بتاع المخ هنا يبقى ده هيبقى حيؤدي الى تشنجات في العضلات اه على حسب المكان اذا كان في الناحية الشمال من المخ هيبقى تشنجات في الناحية اليمين من الجسم اذا كان في الناحية اليمين من المخ هيبقى في الناحية الشمال من الجسم اذا كان الكهرباء طلع من الفص ده بنقول عليه الفص الامامي ده اسمه الفص الجبهي اللي هو الفرانتال لوب ده الفصل اللي هو الجانبي بتسميه براية اللوب اللي هو بيطلع اللي فيه الإحساس بصدقل عنه يجيله مرة واحدة إحساس زي كهرباء في إيده أو في رجله أو في إيده ورجله وتقعد برضه ثواني كده أو دقايق بسيطة وتروح أو يجيله فيه الفصل الخلفي ده فيبقى بيحصل فيه مرة واحدة الفصل ده بتاع الرؤية بتاع العين يحصل فيه زي برق كده أو زي كهرباء قدام العين كده حاجات زي البرق بتاع السماء ويحصل برضه يقعد دقيقة أو دقيقتين ويخف ده بنسميه ده صرع الجزئي فيه بقى نوع تالت من الصرع اللي هو صرع اللي ناتج من أمراض أصلا موجودة في المخ زي مثلا الأطفال الصغيرين اللي بتولده اللي بنقول عليهم عندهم مثلا ضمور في المخ بالأمراض مثلا الطفل اللي بتولد جديد وعنده نقص كالسيوم في الدم فبيؤدي إلى نوبات دي بنقول عليها تشنجات أطفال أو نقص مثلا سكر والدته هي حامل كان بتاخد إنسولين وخدت إنسولين قبل الجلاد على طول فممكن الطفل ينزل عنده نقص سكر فيجيله برضه تشنجات يعني أسباب أخرى يبقى فيه أسباب كتيرة للصرع لازم إيه ناخد بنا منها من مضاعفات الصرع طبعا إن الأعيام عادةً بيقع بيقع مرة واحدة من غير يعني ما يتحس بحاجة فممكن يأذي نفسه يعور نفسه وبرضه التأثير على ثقة المريض بنفسه إنه هو يمشي في الشارع يقع وهو سايق مثلا سمح الله يفقد الوعي وتحصل حدثة ففيه مشاكل كتير قوي غير المشاكل الاجتماعية بقى بتاعة الصرع اللي هو إنه هو حيبقى فيه مشكلة عنده في الجواز ومشكلة عنده فيه إنه ممكن يكون وراسة فيعني إبقى فيه مشاكل اجتماعية أخرى مدام مونة تفضلي موسيقى موسيقى